وإحنا مبسوطين بكاس الأمم الأفريقية إن شاء الله ربنا يكرمنا فيه في كوديفول لكرة القدم في مصر هنا كاس الأمم الأفريقية لكرة اليد وبنفرح جداً ومنتخب مصر كرة اليد اللي دايماً 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 بيشرفنا دايماً يعني النهاردة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة أعلن حصول بطولة كاس الأمم الأفريقية لكرة اليد مصر 2024 على رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولهتصدفها مصر إن شاء الله خلال الفترة من 17 ل 27 يناير الجاري وهيتأهل الفائز بها مباشرة إن شاء الله إلى أولمبيات باريس 2024 وزير الشباب ورياضة دكتور أشرف صبحي أشار إلى أن حصول البطولة في نسختها الحالية على رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي دليل على الدعم والمتابعة المتواصلة من قبل فخامته لملف العمل بمنظومة الشباب ورياضة اللي وضعتها مصر في مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج اللي بيحققها أبطالنا في مختلف المنافسات وبصراحة شديدة عشانا أبقى آمين معكم وأنا دايما بيتحدث عن هذا الأمر دايما والناس اللي بجيلي تحديدا واللي قابلنا كمان طبعا يعني إحنا من سنوات في سنوات كده عدت علينا صعبة كنا منطلع نقول يا جماعة إحنا مصر يا جماعة لازم نصطيف بطولات كبرى لازم الاستضافة بتاعتنا كمان تبقى استضافة عظيمة لازم حفل الافتتاح يبقى مبهر لازم يبقى التنظيم من الناس كلها تتكلم عنه أنا أظن أنا أظن ونفتخر بده مش تقليدا من الآخرين بس أنا إحنا منفتخر بده لمصر أصبحت أهم دولة أفريقية تصديف البطولات الكبرى واحدة من أهم دول العالم اللي بتصديف بطولات عالمية وبقينا حاجة مشرفة جدا قدام كل الدنيا كل حاجة بتتعامل باحترافية شديدة في تنظيم البطولات شديدة وفي تفاصيل مهمة أنت لما بتفرج كده على البطولات بتلاقي في مصر تقول لا يا عمدي البطولات دي بتلاقي في أوروبا بعد كده إن شاء الله يعني في المستقبل القريب وممكن ده يحصل دلوقتي الناس هتقول وكأن البطولات دي بتنظم في مصر لو بطولات خارج مصر يعني عشان مصر فعلا بقت حاجة نموذج في استضافة البطولات وحقيقة مش هي عشان احنا مصريين ففرحانين ببلدنا لأ انت نفسك وانت بتتفرج تقول ايه ده احنا بنعمل ده بجد احنا بنعمل ده ليه بقى اهتمام دولة ورعاية دولة ورعاية رئيس جمهورية ووزير بيشتغل وشباب بتشتغل متطوعين كل الناس كل الناس عايزين تبقى صورتنا مشرفة قدام كل الدنيا حاجة عظيمة يعني